مرحبا بكم لحماية نباتاتك طوال السنة وبأقل تكلفة مادية هذه المادة الصفراء هي أقوى حل لحماية نباتاتك وتدفئتها شتاء من البرد والسقيع سواء نباتات داخلية أو خارجية ولحمايتها كذلك من الحشرات والفطريات فاتوجه فورا لعطار الحي واطلب من هذه المادة الصفراء الرخيصة الثمن القوية المفعول بذرة ترحب بكم أصدقائي هذه المادة تستعمل طوال السنة لكن في حلقة اليوم سنركز أكثر على دورها وطريقة استعمالها وفائدتها للنبات في فصل الشتاء ونعرف أن النباتات تتأثر سلبا ببرودة الجو وبالرطوبة وبالرياح القوية الباردة لذلك فإن الكبريت هو هذه المادة الصفراء الرخيص الثمن الموجودة بكثرة في الأسواق هي الحل الذي سيحمي نباتاتك في هذا الفصل البارد وأيضا طوال السنة استعملوا لكل النباتات داخلية خارجية أشجار متمرة وكذلك في الحقول والمساحات الكبيرة إذن نريد من الكبريت أن يوفر الضف للشتلات التي نزرع مثلا وبكل بساطة فلنأخذ هذه الشتلات الصغيرة التي بدأت حالتها تتدور شيئا ما مع برودة الجو نضع الكبريت في هذه القنينة الصغيرة ونذكر بأن الكبريت لا يخلط مع الماء بل يستعمل بالتعفير وسنرى كيف ثم نبدأ في الرش على الشتلة وهذا ما يسمى بالتعفير والنتيجة أن الكبريت سيعمل على تدفئة هذه الشتلات وسيزيد من حرارتها كي تنمو بشكل جيد سيجعل الأوراق خشنة وقوية سيجعل النبات أكثر مقاومة للأمراض أخي الكريم نحن كمزارعين لا بد أن نستعمل مبيد سواء فطري أو حشري قبل الإصابة مبيد وقائي أي قبل الإصابة وهذا من زمان حيث كان أجدادنا يستعملون الكبريت لهذا الغرض لذلك فإنك باستعمالك للكبريت ستضمن الوقاية وحماية نباتاتك بشكل كبير جدا إذا كنت تشاهد هذا الفيديو شتاء فأكيد أنك الآن تزرع الخضروات الشتوية أو الأزهار أو أبصال الشتاء أنصحك باستعمال الكبريت خاصة وأن ثمنه رخيص جدا لكن مفعوله أقوى سيضمن لك بقاء الشتلات ونموها بشكل قوي وسليم أختي الكريمة أخي الكريم رائحة الكبريت كريه شيئا ما لذلك قبل استعماله للنباتات الداخلية أنصحك بإخراجها للحضيقة أو للسطح أو فناء المنزل ورشها بالكبريت وبعد ساعة أو أكثر نعيدها للداخل وذلك تفاديا للرائحة لا تنسى أيضا أن الكبريت يمكن أن يهيج الجلد ويضيق التنفس لذلك جزاكم الله خيرا استعملوا القفازات والنظارة واخذ الاحتياطات اللازمة عند التعفير باستعمال الكبريت لا تنسى أن الكبريتات أي المادة الموجودة في الكبريت ضرورية لنمو النبات النبات قادر على امتصاص الكبريت من الهواء وعبر مسام الورقة لذلك الرش أو التعفير سيمد نباتاتك أو نبتتك بالكبريتات مع رأيك الآن بعدما سمعت القليل فقط من خواص ومنافع الكبريت وبالأخص في تحسين قوام وخصائص التربة عموما سأكتفي اليوم بدوره وفائدته في فصل الشتاء وإذا أردتم حلقة عن دوره بصفة عامة وطريقة ومعدل استعماله فقط أعلق بكلمة نعم في تعليق وأعدكم أني سأعد حلقة جد رائعة ستفيدكم كثيرا متابعي قناة بزرة مع تحيات أخوكم توفيق إلى المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر